السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنشرح برنامج فاستو فلاوت سيم لرسمة ومحاكاة الدوارة هادر وليكاية البرنامج بسيط جدا للوجهة الاساسية لبرنامج لها شريط الادوات لفي الادوات الاساسية اللي هنمت بيها اي اجراءات على الدايرة او على الرسمة اللي عندي بتتلخص فكرة البرنامج بساطة من لوحة رسم وعناصر على الشمال امسك العناصر ما انا عايزها بحطها في الوحة الرسمة البساطة وبرصها زي ما انا عايز وحط العناصر كلها وبعد ما اخلص بابدأ اوصل عناصر دي ببعضيها بعد كده اشغل الدايرة اللي عندي عشان نعملها محاكاة عشان نشوف اللي فيها مشكلة ولا حان مناشي اذا اللي بيدي لرسمة جديدة نعمل نيو بتحلي الوحة الرسمة دي عند العناصر على الشمال العناصر مصنفة مرتبة بشكل كويس جدا ومفهوم نستعرض اهمها عندي في السيبلاي إليمنتز زي التانك البوم الفيلتر عندي في الاكتيويتورز زي دابل اكتك سلندر دابل اكتك سلندر بس من ناحيتين عندي في الفالبس الفالبس نفسها مصنفة عندي فريقونتلي ندائد الكنترول فالبس الكنترول فالبس انا قدر بحط لانا عايزه وحط اي حاجة وقدر اتحكم تحكم كامل من جوه وفش على الخصائص ابدأ اغير وتحكم تحكم كامل مثلا انا مش عايزة ثلاثة عايزة ثلاثة عايزة عايز دوة في هذا الشكل والوية التاني يكون رايح جاي ماشي وقدر اتحكم في ناشي الوزيشن يعني دارة او ما تبدأ هتبدأ ايه وصلها باني بوزيشن اقدر احط دران انا عايزه او اشيله اقدر احط السوست واشيلها راحتي تحكم كامل اعكس سبا اعكس ناشي شوت اوف فالبس زي عندي تشيك فالف تشيك فالف يقدر اتحكم في الضغط بتاعه بيرشار كونتور فالبس زي ايه زي ريليف فالب ماشي عدي اخر حاجة ماجرينج انسترومنت زي مانوميتر والحاجات اللي زي ديت باس بيها الضغط ماشي هننسب الوقتي دائرة بسيطة بعدين حنتشغلها ونشوف طبعا حاولت تكون دائرة بسيطة جدا هحط تانك بام طبعا اقدر ادوس على احدد العنصر ان اعايزه وحركه بماوس وحطه في مكان ان اعايزه او احدده وبالكيبورد وحركه بزرارة الكيبورد طبعا عندها ادق كتير محتاجة كمان اعايز دابل اكتينك سلندر ومعايز كنترول فالب كما قلت بحط بحط ال بحط ال بحط ال اي فالب بعدين ما اخش علي الخصائص واتحكب في تحكم كامل انا عايز بس عايز التاني يكون اي من عكوس ناشي عايز سبرينج وعايز الانشار ناشي 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 وعايز برده برجر عايز ايه ريليف فالب نزبوط احطه هنا مسلا طبعا عندما احطر بحركه وعادر برده اي ادور اي عنصر او اعكسه فقيا او رأسيا اقدر احط الشبكة تساعدني على الرسم ناشي انا عايز دوت عايز ايه بامب عالشمال وعايز اعكسه رأسيا ناشي كده مظبوط ها حدقك تانكين كمان ارجع اما في الاخر ربما تانك واحد ممكن اوصلهم بالتانك ده بس ايه نشان ما نوصلش وصلات عالفوتي عايز تانك هنا او هادفه تسعين ناشي عايز تانك تاني هنا كويس ناشي ابدأ اوصل بقى الوصلات بتاعتي ناشي ناشي دي بدي دي بدي دي بدي ناشي 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 رليف اسفل بيكون دايما ايه بعد البنب بعد عطول ناشي ناشي طبعا اقدر اتحكم في ايه حجم الرسمة من فوق ده الوضع الاساسي دي منظور الابليه عطول اقدر ايه اجيب الرسمة كلها على قد ايه لوحة الرسم الشكل دوت اقدر اكبر جزء معين لو انا شغال على جزء معين اقدر اكبر عشان اشتغال عشان اشتغال عشان اشتغال ايه طريق احسن ما يحدده كده بهذا الشكل مثلا دي كبر الوحدي وقدر ايه اتحكم فيها اقدر اصغر او اكبر ورحة زي ما انا عايز بقى اهل حاجة فت عشان يجيب لي رسمة كلها دي رسمة تأسمت خلاص هبدأ اشغل بقى واشوف ماشي اقدر ايه على الجاون لوحز الخط الاحمر دوت ده بيمثل ان فيه الضغط هنا اكبر ولاحز ان الرليف فالف اتفتح والاسهم ديت معناه ان ايه ان الزيت بيمشي بقى الزيت بيتاخد من التنك خش عالبام يمشي هنا يعدي يمجي 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 لو عكست شوفه بيحسن ماشي اقدر اوقف وقدر اشغل ايه خطوة خطوة يعني اشغل دي اول خطوة اساسا ومعنه هو قفلي بيورين بيحسن الزيت بدا يتحرك يخش هنا بس بيقف هنا يعدي ماشي اشوف الخطوة البعديها اه ماشي دخل على السلندر شايف عشان ايه رائب اللي بيحصل بالزبط ماشي ماشي طبعا ده ملف هيتحفظ اقدر ابعد كده اخش على الملف دوت واعدل على الرسمة من جديد اشيل وحط زي ما انا عايزه وحط يخفظ لو عايزه احفظها كصورة يدام من فايل وقوله ايه بتاعي اف اف جزبورت اقطع في المكينة انا عايزه هيتحفظ كصورة اقدر اطبعها اعمل فيها انا عايزه شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة